اشتركوا في القناة والخلاص او الحرية ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاربعة اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل بعديها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر موجود الان في برج الجدي بمعنى اليوم رح يعمل مجموعة كبيرة من الزوايا ورح يكون بوضعه اعلى سعودة من او سعادة من يوم امس فاليوم اول شيء منبدأ بتأثيرات القمر على جميع الابراج انه اول اشي وجود القمر في برج الجدي يعني انه في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنى بسهولة وممكن تسيطر او يسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه او الوسواس القلق وبرضو علينا الاجتهاد اكثر بيوسعنا شروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين او عقد تأمين او تجديد عقد تأمين او متابعة امور الها علاقة بالتأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين زحل الزهرة اللي له علاقة بالعواطف وزحل اللي له علاقة بالضغط او السوداوية او نوع من انواع السلبية فتأثيرات هاي الزاوية من يوم 16-6 لغاية يوم 21-6 فبدها حذر شوي من جميع الابرج وخصوصا اللي علاقاتهم العاطفية لسه ما استقرت او العلاقات العاطفية الضعيفة بالفترة هاي تصير الضغط عليهم بشكل كبير فممكن تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون ذروة تشكلها الساعة واحدة وتسع دقائق فجرا يعني من ساعات الصباح الباكر يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل او ما قبل منتصف الليل بشوي وبتستمر لغاية ساعات يعني ما قبل الظهر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استقلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية البطيئة اللي كنا نذكرها في الايام الماضي زاوية التثليث الايجابي اللي بين الشمس وبين زحل وهاي رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم عشرين ستة طبعا اليوم دروتها الساعة سبعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هي اللي بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا دروتها الساعة تسعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المغرب بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو بطيئة كنا نذكرها في الايام الماضية اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها برضو لغاية يوم عشرين ستة اليوم ذربتها الساعة واحدة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج او ما يعني فترة العصر تقريبا تجعل بعض الاشخاص يعيشوا في اوهام ووساوس وقلق من نسج خيالهم بعيد عن الواقع طبعا هي الها تأثيرات على المستوى الدولي اللي الها علاقة بالمياه والظواهر البحرية فيضنات طوفان تقلبات جوية برضو بتدل على ارتفاع اسعار النفط او اشي تسرب غاز حوادث جماعية وعلى المستوى السياسي برضو بتسوي مشاكل يعني كل شيء له علاقة بالبواخر والسفن والبحار والشغلات اللي زي هيك او السوائل اجمالا بتأثر عليه اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون دروتها الساعة 223 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية التأثيرات برضو من ساعات الصباح لغاية منتصف الليل بتعزز الخيال الخاص بيقوى الحدس عليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من ساعات الظهر لساعات ما بعد منتصف لليوم الخميس على الجمعة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة لخلو المسار خلو المسار راح يبدأ في تمام الساعة 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا 49 دقيقة بتوقيت الاردن وبيستمر تأثيرها حتى يعني بتستمر ساعة اللي فترة خلو المسار لغاية الساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى اخر بتستمر لغاية تقريبا بعد 43 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بتوقيت الاردن لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بكون القمر انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات المساء المتأخر منشعر جميع الابراج ان بحاج ماسي للتغيير فالروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بهاي الفترة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا بهاي الفترة تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي مثلا زي قص شعر او شراء جهاز الكتروني مثل كمبيوتر تلفزيون اجهزة الكترونية باجمالها وتجربة الطعام الجديد العضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الاضافية وفي نفس اللحظة اذا شعرنا باي تعب راجع الطبيب فيها ولا ينصح اجراء عمليات جراحية لهاي الاعضاء تحديدا وهذا اخر يوم تقريبا يعني منحكي انه العمليات الجراحية شوي فيها بعض المخاطر بسبب اكتمال القمر طبعا الاعضاء اللي اليوم نحكي انها اكثر حساسية هي الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الردفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن اللي هي الاذن الوسطى والاذن الداخلية بالنسبة للعمليات الجراحية حكينا انه العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها يعني ان اضطررنا لهاي العمليات ما فيه اي مشاكل اما بالنسبة لعمليات التجميل فما بنصح في عمليات التجميل وخصوصا بعد زاوية التربيع ما بين الزهرة وما بين زحل فبقول انه عمليات التجميل الجراحية تؤجل بعد واحد وعشرين ستة بكون افضل اما بالنسبة لعمليات البشرة او تجميل الخفيفة الحقن الامور هاي يعني اذا في مجال التأجيل بيكون افضل ولكن اذا كنت مضطر فعادي اما بالنسبة لازالة الشعر الزائد فبدأت مرحلة ازالة الشعر الزائد لشعر الكثيف او المزعج على الجسم فهاي فترة مناسبة لهاي الامور وايضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما يختص في امور الحجامة فاليوم اخر يوم اللي هو اليوم الخميس اخر يوم مناسب لعمليات الحجامة ويعني تقريبا رح يعطي نتائج ايجابية ولكن تفضل او يفضل اجراء الحجامة على صيام يعني في فترة الصباح قبل ما تتناول اي شيء من الطعام او الشرب فبتعطي نتائج ممتازة بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل لبرج الدلو فخلوه المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 18-6 في تمام الساعة 6.49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش او رح يستمر حتى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر انحسار المكتمل 17 يوم في تمام الساعة 48.49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بيصبح 18 يوم نسبة اللي ضاء اليوم تقريبا ما بين 88% و90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيدة بنسبة 15% القمر في الجدي يبدو ينتقل للدلو في ساعات المساء من يوم الخميس طبعا ورح يستقر القمر في برج الدلو لغاية يوم 18-6 طبعا اليوم فيه له كثير من الحركات ولكن كل الحركات ايجابية هو الان سعيد بنسبة 45% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 60% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة ل85% في ساعات المساء المتأخرة بتنزل السعودة من 85% ل70% اما بالنسبة لعطارد في الجوزاء حتى يوم 5-7 سعيد بنسبة 10% الظهراء في الثور حتى يوم 23-6 منتحس بنسبة 40% المريخ في الحمل حتى يوم 5-7 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% أما دبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر استقر في البيت العاشر للكم فبعطيكم طاقة عالية وأفضل من طاقة يوم أمس لأنه اليوم القمر تقريبا ساعته نسبة عالية جدا فهذا اليوم من أفضل أي اليام المناسبة للبحث عن عمل أو تقديم طلبات مقابلات لأمور إلها علاقة بالعمل وبرضو اللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وعلاقاتكم مع المسؤولين أهم شيء أنه اليوم شوية تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها فترة مناسبة لتعزيز العلاقة مع المسؤولين وبرضو العلاقات مع الطبقات العالية يعني إذا أنت بحجلة وسطة أو دعم برضو اليوم مناسب وبتقدر تدافع عن حقك وعن سمعتك بكل قوة اليوم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور كمان اليوم الجو قوي جدا وأقوى من يوم أمس واليوم رح تنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب برضو جيد اليوم هذا للدخول في دورات دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الأمور الفلسفية أو الدينية اليوم بتشعروا بقوة العاطفي برضو وتجاوب أحباكم معكم يعني بتقدروا تتفاوض وتطلبوا اللي بتكوا يا من أحباكم الأجواء داعمة ولكن ممكن أنك اليوم تقوم برحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها يعني اليوم في نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة ممتازة جدا على مستوى التحصيل أو المكاسب المالية هاي الأموال بتيجي من ضريبة من تأمين من بنك من قرض مستردات أموال لا إلك حتى الأمور اللي علاقة بالميراث هي ممتازة الأهم أنك تخففوا من نفقاتكم المتصاعدة سارعوا لا تهديت الأجواء وهاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير أو كشف شيء كان مغيب عنك له علاقة بالأسرار أو المواضيع القديمة أو شيء بتعلق بالماضي ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف اليوم من بعض الأشخاص أهم شيء أنه عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي بدون أي عصبية ممكن يكون في بعض الاهتمام بالمسائل العائلية أو ترتيب وضع عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما فعشان هيك هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل في مجال العاطفة علاقتكم مع الأزواج أو مع شركائكم وبوسعكم إتمام اليوم خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري وهذه الفترة جيدة جدا لهاي الأمور ولكن سلبيتها أنه بتكون طاقتك ضعيفة وما بينفعك سواء الصبر والمرونة وممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فما عليك إلا أنك تضبط أعصابك وتحاول تمشي هذا اليوم على خير بدون أي مشاكل أو انفعالات لأنك أنت الحلقة الأضعف برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فاليوم بتقدروا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال وبرضو اليوم علاقتكم مع الزملاء أفضل وحتى على مستوى العمل أهم شي أنه تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بدك تكون منظم تحسن إدارة الوقت وعملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك أهم شي برضو اليوم حاول أنك تستغلوا بكل طاقتك لأنه إيجابي لإنجاز كل أعمالك فعشان هيك ما تأجل عملك وما تماطل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية فاليوم لصالحك وبيدعمك بقوة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا القمر الآن في البيت الخامس وطاقة أعلى وأعلى اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بشكل أكبر والتقرب من الأحباء الأمور العاطفية الأجواء جيدة جدا ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء إنك ما تهمل واجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول إنك تصحح الأخطاء القديمة لأنه هاي فترة مناسبة للمصالحات وتصحيح الأخطاء برج الميزان اليوم الطاقة عالية جدا على المستوى العائلي والبيتي اليوم جيد للي بدي يستأجر بيت بدو يبيع عقار بدو يرتب مسائل عالية فاليوم بوسع كود خال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم إشي إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر فحاول إنك تراعي الوضع العائلي والوضع الصحي برضو برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا بكامل طاقتكم ومقوتكم في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى الامتحانات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك قسم كبير اليوم من موليد برج العقرب بيتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر وقدرة على الإقناع الأجواء لطيفة وهي الأجواء ممكن تحمل لك اليوم لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بتتركز الأمور كلها اليوم على الأمور المالية فعشان هيك كل اهتمامك مالي مثل اليوم أمس ولكن اليوم على طاقة أكبر وفرص أكثر اليوم في فرصة لمكسب مالي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية ممكن مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن بعضكم اليوم يهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو يفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أو تأسس لربح جديد برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا القمر عندكم زي يوم أمس ولكن طاقته اليوم أكبر فثقاتكم بأنفسكم أكبر وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم أن تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر فاليوم داعم لإلك في كل المجالات فعشان هيك حاول تستغل طاقته الإيجابية هاي الكبيرة اللي من خلالها تحرز تقدم برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا ما زال آخر يوم وجود القمر في بيت المتاعب ابتداء من ساعات المساء المتأخرة القمر بوصل لعندك مساء يوم الخميس على الجمعة فعشان هيك بتضل الأجواء بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وثيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء إنك ما تحسن أي أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها في ساعات المساء المتأخرة الأجواء بتتحسن بشكل قوي جدا وطاقتك بتصير في أوجها كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل وما بعدها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم حاولوا تنجزوا كل الأعمال المهمة والضرورية قبل وصول لساعات مساء الخميس لأن القمر الآن موجود في بيت قوي بالنسبة لإلك فبتقدر تعزز صداقاتك ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح عالية ابتحرى اليوم تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن في ساعة المساء المتأخرة بيبدأ القمر يوصل لبيت متاعبك فرح تبدأ فترة سلبية لمدة يومين وربع فعشان هيك لازم تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية قبل ما نوصل لساعات مساء الخميس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر